ودينا نسمع صوتك أبسل أنا والله لا أخفي سرا هذه قصيدة لأحدى شاعرات هذا الوطن المعطاء ولنا أن نحن نكون نفخر بشاعراتنا وشعاراتنا والشاعرهم عبد الكريم الشوعر كتبت قصيدة في رتاء جدة لها الله يجمعنا وياهم في جميع في الجنة إن شاء الله وجميع المسلمين إن شاء الله فالشاعر صراحة داعبة أحاسيس المستمعين وإن شاء الله أنها تداع بحاسيسكم في تذكرها في أيام أيام الطفولة كانت جمب جدتها ومع جدتها فإن شاء الله أني نجعل الشاعرة تعطينا ما قالت في هذه المرأة اللي الله يرحمنا وياها بواسع رحمته واش تقول فيها تقول سيق الله زمان اليوم حنى بذيك الدار على جاء لشعبنا جزر بأسفل الديره سنين وضعت يا خال يا لأتها تندر وترجع ويرجع طاع ما هيو ما نصغيره بهنا جني الفرفخ ونقطف من الأزهار ونشرب من الساقي ونكن من تميره أيا لتها ترجع ونرجع نصير صغر مع أمي وأنا سمي تها سمحة السيرة أنا حبها وأقول لها اليوم وابتكرار أبد مثلها ما شاء فتلعيني يا منيره إلى جيتها هلات وجبت من الأشعار كلمين يهز القلب من حسن تعبيره وتنشد عنا الأحواء للصغرنا وكبر عن اللي حضر واللي بعيدين عن الديره وتسعد بجمعتنا وتفرح عسى نكتر وتنشد ورفلنا وتحفز بتدويره عطوني رقمه ليش ما جات ويش اللي صار ولا تركد الليوم تدري ويش السيرة لها مأضي ينبطي بيصعب على الشطار لها مأضي ينبطي بيكود تصويره يا لتأسني نتباع ونصال بها الأعمار ولكنها حكمات إلهي وتدبيره عسى الله يجمع مي بهم ربي الجبار أبو يهوى أبو يهوى ويهوى أبو يهوى ما غيره وشكواي على اللعاء لمبخاء في الأسرار يخفف عذاب فراء ذهم لي بتقديره عسى بموتهم راحة كمراحة الأبرار بصحبات نبي الله وأنعم بهاجيره وصلوا على محمد شفي حالب بشار الأسر عرقنا إلى الركبة ولفكار في حينه سلامة الحاضرين والمشاهدين وانت سالم صوتك ما ينقطع صح صوتك وصح حسانة شاعرهم عبد الكريم منها لجلاجة لهي ونعم والله نمسيها بالخير الله يطول بعمرها وقصيدة تنجزلة وزان جمالها صوت حبيبنا أبو محمد الله يطول بعمرها والدين المسلمين اللهم من أبو شعه تأثر وتذكر الأيام الماضية والعلوم القديمة الله يغذر الوالدين ووالديكم يحس يا أخوي بالشيء هذا شيء لازم الواحد يتذكر خصوصا أن الشاعرة رجعتنا الماضي الأولين والماضي وتذكرت جلتها وكل يتذكر أقاربه وأحبابه الله يجمعنا وإياهم بجنات النعيم آمين يا رب العالمين الله جاك خير شكرا